الأب في البيت مش اللي بيقف على الوحدة لكنه اللي بيعدي كل مرة كأنها أول وحدة بلاش الأب اللي معاين نفسه قاضي على البيت كله ومعاين نفسه وقف بالمرصاد وملاحظ لكن الأب الحقيقة هو اللي بياخد بيدين أولاده طول الوقت لا يمل ولا يكل لأن التربية الأحقيقة بتكون بالإتاحة مش بالتقييد فالأب لازم يرعى ويحضن أولاده عشان يجربه تحت نيه وعشان كده سيدنا عبد الله ابن عمر وسيدنا عمر رضي الله عنهما كانوا أصدقاء وكان كتير سيدنا عمر يستشيره ومعروف جدا 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 لما مسألة الخلافة حصلت كانوا أحضن سيدنا عبد الله ابن عمر لأنه صديقه هو عارف بيفكر فيه لأنه قريبين من بعض جدا فلو وضعت ابنك مواضع الرجال ابنك هينضج ويعرف ياخد القرار أنا مش أصد مواضع الرجال اللي أنت تهدر طفولته لكن مواضع الرجال اللي أنت تسق فيه وتبتدي تخليه يجرب قدامك وتحت عينك وما تخافش عليه فالتفاعل اللي بيحصل ما بين الأب وأولاده في الصغر بيأثر في تكوينه بشكل كبير ودراسات كتيرة بتتكلم عن كل مكان فيه تفاعل مجداني ما بين الأب والطفل وحتى هو رضيع كل ما ده ساهم بشكل كبير في سلامة السلامة النفسية والسلامة العقلية للطفل ده في وقت قصير وتبعده وتقلل فرص صوري مشاكل في سلوكياته وكل ما زاد دعم الأباء إيه اللي حاصل؟ بيقوم ده لعند الأولاد مقام الدعم النفسي ويخلوهم أقوية نفسيا حتى منذ الصغر وكل ما زاد رضاهم عن الحياة كل ما زاد بسبب دعمهم النفسي من أبائهم أقول لكم حاجة احنا عندنا قاعدة في الحوارات اللي احنا بتتكلم فيها مع الشباب وخاصة أن الشباب اللي عندهم سيولة دينية ما بحبش أنا أتكلم على أن زيارة الألحاد صغيرة لكن هي اسمها السيولة الدينية عندنا بيقولوا باكت باكت حاجة غريبة جدا أن كل مشكلة في علاقة الإبن بالرب كان في قبلها مشكلة ما بين علاقة الإبن بالأب حاجة غريبة جدا وكأنه لما العلاقة بينه وبين رمز السلطة الحانية عنده الأساس المباشر له بتبقى فيها مشكلة بيكون عنده مشكلة مع الإله الذي يتولى أمره وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا لعرب فسألوا أتقبلونا الصبيان بيسألوا كده بيسألوا أتقبلونا الصبيان بتبوس أولادكم فما نقبلهم فقال له حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وما أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك أنتوا بتعملوا كده لما لقى أبي يقبل سيدنا الحسن وحسين أنتوا بيبسوا لأولاد إحنا ما بنعملش كده قال له ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك إذن نكمل كلامنا عن هذا الكلام ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر